وفي ظل هجمات إلكترونية متكررة على نظم الملاحة البحرية التي تعتمد على الأقمار الصناعية تحديداً تتجه دول عدة إلى العودة إلى أيام اللاسلكي نظام إي لوران المبني على تكنولوجيا اللاسلكي طور في الحرب العالمية الثانية ويقول خبراء إنه البديل الأمثل لإشارات الأقمار الصناعية لسيما بعد مئات حوادث التشويش في السنوات الأخيرة ولم يتضح ما إذا كانت قد نجمت عن هجمات متعمدة أم لا فمشكلة الملاحة بالأقمار الصناعية تكمن في أن إشاراتها ضعيفة تبث من على ارتفاع 20 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض ويمكن التشويش عليها بسهولة لكن نظام إي لوران فإشارته أقوى بمليون وثلاثمائة ألف مرة تقريباً من إشارة الأقمار الصناعية والتشويش عليه يتطلب جهاز بث قوي وهوائي ضخماً وقدراً كبيراً من الكهرباء وكل ذلك من السهل رصده خبراء شددوا على أهمية نظام بديل للملاحة البحرية حالياً ف90% من التجارة العالمية تنقل بحراً وتمر عبر ممرات ضيقة وتشويش إشاراتها قد يؤدي إلى استضام السفن ببعضها كوريا الجنوبية بدأت بتطوير شبكة ملاحة عبر اللاسلكي بعد تعرض إشارات مئات السفن في مياهها إلى التشويش أمر اتهمت سول جارتها كوريا الشمالية بالوقوف وراءه تعمل سول على إقامة ثلاثة مواقع اختيارية لنظام إي لوران بحلول 2019 بتكلفة قدرها 13 مليون دولار الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا أيضاً تدرس إعادة تأهيل هذا النظام لكن التكلفة تمثل العقب الأكبر إذ يتطلب البرنامج بناء شبكة من محطات البث أو تطوير محطات قائمة يرجع تاريخها إلى عشرات السنين عندما كان النظام السائد هو الملاحة اللاسلكية اشتركوا في القناة